جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنسابي جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتابي أعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء يتجدد معكم مع سلسلة حلقاتي لو كنت معهم هذه الحلقات التي كان لابد لنا أن نعيش في ظلالها وفي ظلال سلفنا الصالح لنقرأ عنهم ولنسمع من قصصهم حتى نتخذهم قدوات في حياتنا هذه الحياة التي نعيشها والتي نحتاج فيها إلى أن نصنع القدوات لأبنائنا والأجيالنا حتى نستطيع أن نكون مثل أولئك الذين رفعوا هذا الدين عاليا ورفعوا عز الإسلام والمسلمين وإذا بهم يكونون سادة للدنيا فلذلك يا إخوة نحن نعيش في هذه الأيام مع سلسلة هذه السلسلة من الحلقات اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون موضوعنا في سلفنا في تاريخ سلفنا الصالح نتحدث عن علو همتهم وعن نشاطهم وعن استعدادهم للعمل وإيجابيتهم لأنهم قرأوا قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهم سارعوا في أمور آخرتهم وفي بناء دنياهم إغضاء لربهم سبحانه وتعالى فهم علموا أن الواجب على كاهلهم عظيم وأن الأمان في أعناقهم كبيرة فعلموا أن من واجبهم هو إقامة هذا الدين وحراسة الدين وسياسة الدنيا به فالدنيا والآخرة هي من ضمن عمل هذا المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع همم المسلمين فيوجههم ويقول لهم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها يريد منك أيها المسلم أن تكون دائما تنظر إلى الأعلى تنظر إلى الهمم العالية وإلى القمم السامية تنظر إلى أعالي الأمور وإلى أهم الأمور ولا تنظر إلى سفاسف الأمور ولا تشغل نفسك بالأمور التافهة التي لا قيمة لها هذا ما فهمه سلفنا الصالح فكانت دائما هممهم عالية وكانت نظراتهم إلى أعالي الأمور كانوا لا يرضون بالدون وإنما دائما يعيشون في القمم من حديث أنس قال يحدث عن عمه أنس بن النظر في معركة أحد وكان له من الموقف ما كان سجله التاريخ بأحرف من نور ليعطي المثل في أصحاب الهمم العالية الذين أصروا على أن يكونوا في المقدمة دائما يقول أنس عن عمه قال غاب عمي أنس بن النظر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه لأن أشهدني الله عز وجل قتال المشركين ليرين الله ما أصنع يعني يا رسول الله أنا غبت عن بدر لكن إذا ربنا عز وجل كتب لي أن ألاقي المشركين مرة أخرى ليرين الله مني ما أصنع فسأفعل أقصى ما في جهدي قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس وقد آن الأوان وقد حان الوقت ليثبت أنه إنما ما غاب عن بدر لا جبنا ولا تقاعصا وإنما كان ذلك لظرف طارئ الآن سيثبت أنه لا ينظر إلا إلى أعالي الأمور فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه عندما انكشفوا وهربوا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي عن المشركين ثم تقدم إلى صفوف المشركين يواجههم فاستقبله سعد بن معاذ فقال أنس بن النظر يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم هذا سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله ما استطعت أن أصنع ما صنع أنس فلما بحثوا عن أنس من ضمن الشهداء إذا به ببضعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدوه وقد كتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته من بنانه من إصبعه هذا كان سيدنا أنس بن النظر فقد ضرب الأمثلة في علو همته في الجهاد وفي انطلاقه إلى الله سبحانه وتعالى يقول الإمام أحمد في جانب آخر في علو الهم كيف كانوا لا يقبلون دائما بالأمور بسفاسفها وإنما بعالي الأمور هذا سيدنا أنس بن النظر تكلم عن علو الهمة في الجهاد وهذا سيدنا أحمد بن حنبل يتكلم عن علو همته في الحديث يقول ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به حتى مر به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا انظروا إلى علو الهمة في التطبيق كان محدثا يحفظ ملايين الأحاديث يقول ما حفظت حديثا إلا وقد عملت به هذا الاستعداد دائما إلى التلقي من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينفذ فورا هي طاعة الجندي لقائده هي طاعة ليس بعدها طاعة علو الهمة في تنفيذ ما يسمع عن محمد بن سلم كان يجزئ ليله ثلاثة أجزاء هذا انظروا إلى علو الهمة في استغلال الوقت في العبادة والعلم قال جزء للنوم وجزء للدرس وجزء للصلاة وكان كثير السهر قيل له يوما لم لا تنام يا محمد فقال كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا وهم يقولون إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا فإذا نمنا ففيه تضيع للدين انظروا هذه الأول الهمة يا إخوة لما كان من العلماء علم أن الناس ينتظرون منه دائما الإجابة على سؤالاتهم وأن يوضح لهم ما يريدون وأن يبين لهم ما يجهلون فكيف به أن ينام ويغفل عن الدراسة وعن العلم وعن الاستزادة من هذه العلوم ليستطيع أن يجيب الناس فكانت همته عالية سامية فاستحق أن يكون من كبار العلماء رحمه الله استيقظ في يوم من الأيام استيقظ أبو يزيد البستامي ليلة وهو صبي انظروا يا إخوة حتى الأطفال يعلموننا كيف تكون علو الهم أبو يزيد البستامي كذا له شأن عظيم في حياته وقد سجل التاريخ له بصمات رائعة في هذا التاريخ يقول يحدث عن نفسه وأنا صبي استيقظت في ليلة من الليالي فإذا أبوه يصلي فقال لأبيه يا أبتي علمني كيف أتطهر وأفعل مثل فعلك وأصلي معك فقال له أبوه يا بني أركض فإنك صغير بعد يريد أن يصلي مع أبيه قيام الليل أبوه أشفق عليه فهو صغير جدا قال له أركض فإنك صغير بعد فقال له يا أبتي إذا كان يوم القيامة حين يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم أأقول لربي إني طلبت من أبي فلم يعلمني يعني يا أبي سأقول لربي أنني طلبت من أبي أن يعلمني الصلاة وقيام الليل ولكن أبي رفض فقال له أبوه لا والله يا بني لا والله لا تقول وعلمه فكان يصلي معه هذا الحرص من ذاك الصغير دائما منذ صغره ينظر إلى أنه كان كبيرا كان رجلا لذلك أيها الإخوة والأخوات دائما نريد أن نغرس في أبنائنا علو والهمم لأن نحدثهم كأطفال المشكلة أننا في حياتنا يصبح ولد أحدنا أو ابنة أحدنا بعد الثمانية عشر حتى أو بعد العشرين وننظر إليهم أنهم أطفال صغار أو أنهم لا يفهمون أو أنهم لا يتحملون المسؤولية تعاملنا معهم على هذا الأساس هو الذي يجعلهم دائما في دنو الهمة لكن عندما نعلمهم أن يكونوا كبارا حتى منذ نعومة أفطارهم أن نحدثهم كالكبار وأن نعاملهم كالكبار وأن نتعامل معهم على أساس أنهم ناضجون وأن نعلي من همامهم وأن نشحن همامهم هذا الأمر الذي سنشعر أنهم أصبحوا رجالا حتى قبل أن يكونوا في عمر البلوغ روي عن الإمام ابن خفيف أنه كان به وجع الخاصرة فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل يعني عنده وجع شديد في الخاصرة مشكلة في الكلا أو ما شابه ذلك كان يشكو منه فإذا أصابه هذا الوجع لم يستطع أن يسير ولم يستطع أن يتحرك لكنه في نفس الوقت وهو في يتألم ويتوجع إذا سمع النداء كان هناك رجل يحمله على ظهره إلى المسجد قيل له لو خففت عن نفسك فبقيت في بيتك فأنت مريض فقال إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة إذا سمعتم الأذان ولم تجدوني في المسجد في صلاة الجماعة فاعلموا أن ما بنعني هو الموت فقط فاطلبوني في المقبرة هذه الهمم السامية هذه الهمم العالية هي التي نحتاجها يا إخوة قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الغنم أو مع الهمل لذلك أيها الأخوة أيها الأخت أننا بحاجة إلى أن تكون هممنا عالية لهذا الدين همتنا عالية في صلاتنا في صيامنا في عبادتنا في علاقاتنا في عملنا لديننا في تعلمنا في دراستنا في علاقاتنا في كل ما في حياتنا نحن بحاجة إلى أن نكون في أعالي القمم وتكون همتنا تضيء همتنا تشعل النور لمن حولنا همة تقيد تضيء وهمة تتوقدها كذا نريد أن نكون لأن سلفنا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالراحة والدعة والكسل وإنما وصلوا إلى ذلك بكثرة العمل وبعلوه الهمة نسأل الله عز وجل أن نكون مثلهم لنعيد مجد الإسلام والمسلمين كما رفعوه في ذاك الزمان يا لتنا نكون مثلهم لنكون معهم في الآخرة فنفوزا فوزا عظيما استودعكم الله الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب الآل نبض في القلوب قلوبنا والصحب رجع صداه في الألباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة & 해�